بسم الله الرحمن الرحيم اسمحولي ارحب بحضراتكم اليوم في هذا المؤتمر الصحفي المهم اللي انا يعني بشوف فيه بتواجد عدد من زملاء الوزراء معاني وزراء التموين والمالية والزراعة والصناعة وايضا بنشرف بوجود رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات وسيد وكيل اتحاد الغرف وايضا نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن والبيض والحقيقة يمكن احنا اهم قضية وشغلنا الشاغل كحكومة على مدار الفترة السابقة كان موضوع التضخم ومجابهة موضوع التضخم وده اللي بيشغل المواطن المصري ويمكن اللي احنا كنا يعني بنتابعه على مدار الساعة هو ارتفاع اسعار السلع الغذائية ونتيجة للظروف طبعا والازمات العالمية اللي حضراتكم شايفينه بتتابعه طبعا كل يوم فيه مستجد جديد في الازمات الكبيرة جدا اللي بتحصل على مستوى العالم وتدعيتها على كل شيء وظاهرة التضخم يعني هي ظاهرة عالمية والنهاردة ما فيش دولة النهاردة ما بتكتويش بنار موضوع التضخم وبالتالي يمكن كل دولة النهاردة بتحاول انها تلتمس طريقها للتعامل مع هذه الظاهرة ويمكن احنا كنا عملنا العديد من اللقاءات انا يعني لو حضركم بتتابعوا وحضركم اكيد عارفين بعمل اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة مع اتحاد الغرف التجارية كنت باعد معاهم وكل هدفنا وشغلنا الشاغل بنشتغل على المدى القصير كيفية التحكم في موضوع التضخم وايضا المدى المتوسط والطويل كيفية تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات ودعم الصناعة والحقيقة خدنا اجراءات كثيرة في هذا الموضوع يمكن عرضناها الحقيقة في العرض المجمع في مؤتمر حكاية وطن ولكن النهاردة كان كل شغلنا الحقيقة الفترة الاخيرة كيفية السيطرة على الزيادة في الاسعار وبالزاد اسعار الغذاء او المنتجات الغذائية والحقيقة يمكن التقيت مع كل الزملاء اللي موجودين وعلى الاخص طبعا لان الموضوع ده بالزاد يعني احنا بنقدر تماما دور القطاع الخاص المصري الوطني ودايما هو بيقف مع الدولة المصرية في كل الظروف يعني الظروف العادية وايضا في الازمات وله مواقف وطنية كثيرة جدا على مدار الفترة السابقة فالحقيقة كان شغلنا الشاغل مع كل زملائنا من اتحادات الغرف والتحاد الصناعة ان احنا ازاي ندخل نستهدف مجموعة السلع الرئيسية وان احنا نعمل فيها خفض حقيقي في الاسعار يلمسوا المواطن المصري فعشان كده الحقيقة كانت هناك مداولات ويعني الحقيقة هم عرضوا علينا ايه هي المبررات اللي بتؤدي الى زيادة الاسعار وبعض الحاجات كانت فيه طبعا الاساس هو كان جزء من المشكلة هو يعني نظرة العرض او عدم توفر العرض الكافي من السلع سواء في صورة مواد خام او مستلزمات انتاج بالذات للسلع الغذائية وان هما طلبين ان يكون هناك اتاحة اكبر من التوفير العملة الصعبة لهذه السلع بالذات علشان يؤدي الى زيادة المعروض وبالتالي ايضا تخفيض السعر طول ما المعروض بيزيد كل ما السعر حيقل لكن الاهم كان هناك ايضا عرضوا علينا ان هناك بعض الاجراءات للدولة المصرية يعني بعض الجهات في الدولة يعني بتطبقها بتؤدي الى زيادة في الاسعار وبالتالي يمكن احنا قعدنا على مدار الساعة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة مصلحتي الضرائب والجمارك مع وزارة التجارة والصناعة في الهيئة العامة على الرقابة على الواردات والصدرات وزارتي التموين والزراعة في عدد من الاجراءات وايضا البنك المركزي في اجراءات الاعتمادات وازاي سرعة تسيير الاجراءات وتسهيل الاجراءات لفتح الاعتمادات وكانت يمكن ايضا اللي قعدنا مع معالي وزير المالية وايضا معالي وزير النقل كان على موضوع الغرامات والارضيات اللي بتفرض على الشحنات اللي بتيجي في المواني وبرضو حطينا الحقيقة آلية مع بعض توافقنا عليها وبالاتفاق مع الرجال القطاع الخاص ورجال الصناعة بحيث برضو تيسر لهم الاجراءات في الفترة الجاية فنتيجة كده الحقيقة يعني تم التوافق على ان السبع مجموعات سلع رئيسية الاتية هيبدأ عملية التخفيض في اسعارهم بنسب ما بين 15 ل 25% وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية التخفيض منذ امس ولكن هو فعليا توفقنا ان بحد اقصى يوم السبت الجاي هتكون كل منتجات اللي تخص هذه السلع هتكون بيحصل فيها التخفيض ما بين 15 الى 25% وحيبقى مكتوب السعر الحد الاقصى للسلعة على كل المنتجات ولكن هيبقى كمان معناها ان ممكن يبقى دا الحد الاقصى ولكن يبقى فيه مساحة كمان للخفض عن هذا الرقم لكن خلينا اكد ايه هي السلع دي احنا بنتكلم على الفول والعتس والالبان منتجات الالبان والجبنة البيضة الماكارونة السكر الزيت الخليط بتاع زيت الطعام والرز دي المجموعات الرئيسية ولكن بالاضافة الى ذلك تم التوافق ايضا مشكورين مع اتحاد منتج الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض البيض المائدة هيبدأ برضو تطبيقه في هذا الموضوع والحقيقة يمكن انا يعني عايز اقول ان الحقيقة احنا دخلنا في حجم وكم من التفاصيل والمناقشات والتفاوض مع يعني ممثل القطاع الخاص عشان يبقى فيه توافق على كل الاليات اللي هم طلبينها من الدولة واحنا يعني بدأنا فعلا هذه الاجراءات وحناخد كمان يمكن يعني قرارات السيد وزير المالية حيعرض عليها وحوقحها فيما يخص يعني تعليق الرسوم عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الانتاج وحتيبقى لمدة ست شهور علشان نطبا اولا انخفاض الاسعار ويبقى الانخفاض ده يعقوب استقرار في سعر هذه المنتجات لان احنا مش عايزين ان مجرد يبقى الانخفاض هو مجرد وقتي لفترة زمنية محدودة وترجع الاسعار تاني تزيد فعشان كده توفقنا ان نفس الاليات اللي هم طلبوها من البنك المركزي ومن وزارات المعنية ومن وزارة المالية حتستمر تنفذها لفترة غير محدودة وبنتكلم على فترة زمنية قلنا ست شهور على الاقل عشان نطمئن الى انخفاض وسباة اسعار السلع اللي احنا اعلناها دي لحضراتكم بنسب تتراوح ما بين خمستاشر الى خمسة وعشرين في المية للمجموعة السبعة الاولانيين وفيما يخص ان شاء الله الدواجن والبيض هيبقى بحوالي خمستاشر في المية اللي عايز ااكد عليه ان انا تفقت مع الزملاء وحنترك لهم الكلمة طبعا يعني لو تسمحوا لي ان حيكون هناك متابعة اسبوعية بمعنى ان حيبقى في اجتماع اسبوعي برئاستي حيبقى بنعمله وبنتابع على الارض ايه الموقف والاستقرار الاسعار والاسعار بتنزل قد ايه ولو في اي حاجة مشكلة بتحصل نحلها مع بعض على طول واحنا قاعدين وناخد فيها القرارات لان كل اللي يهمنا في هذه المرحلة سبات اولا انخفاض الاسعار تنخفض وتبدأ بعد كده تستقر الاسعار عشان يبقى المواطن حاسس ان خلاص الاسعار الاساسية السلع الاساسية اللي بتمس حياته اليومية ان شاء الله تكون في استقرار ليها للفترة الزمنية القادمة فدي النقط اللي انا حبيت ان احنا يعني احيط حضراتكم علما ويمكن كان هناك التوافق هندخل تدريجيا على عدد اخر من السلع والمنتجات الحيوية اللي بتمس حياة المواطن المصري ودي تناقشناها وحنبدأ نعلن عنها تباعا بالتوافق مع كل التحادات الغرف علشان يبقى ان شاء الله بنستهدف ودي كانت نقطة مهمة جدا في التحديات اللي احنا اتكلمنا عليها ان اهم تحدي النهاردة بيشغل الدولة المصرية على المدى القصير والمتوسط هو السيطرة على التدخم لان كل ما كنا بنتكلم كل ما حنقدر النهاردة نسيطر ونخفض التدخم كل ما ده حيساهم في بالتأكيد يعني تبدأ الاسعار الفايدة وكل الكلام ده في السبات والانخفاض حتى لانه هي كلها مرتبطة بالتدخم كمعيار اساسي وتخفيض الاسعار وسبات الاسعار بالنسبة لهذه السلع الاساسية اللي هي لها نسبة ليست بقليلة في معيار التدخم بالتأكيد حيؤدي ان شاء الله ان شاء الله الى بدء ان احنا مصار التدخم في مصر الى النزول